لكن هيجي واحد ناصح بس خالي ده معانا بقى ايه الكنو على جنب هيجي واحد ناصح يقول لي سوري 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 معلاش معلاش في الاخر الناس اللي هتحط فلوسها في البنك وهتاخد فايدة 25% هتكسب تنكر هقوله لأ ده انا لازم هنكر عارف ليه؟ عارف انت بتفكرني بايه؟ بنفس العلقة والمقلب اللي اخدوه اخوانك واهلك وبقيت قريبك بتوع شهادات قناة السويس فاكر الاربع وستين مليار اللي حدتوا فلوسهم واشتروا شهادات و18% فايدة وبعد ما حصل التعويم امت الجنيه وقعت؟ فبقت شهاداتهم لا قيمة له انت ناسي على رأيه الست هودا سلطان من لحن الرائع رياض الصنباطي ان كنت ناسي افكرك يا مكانة شهاداتي بتصهرك بص ادي الجرافة اهو شهادات قناة السويس يعني 15 اغسطة 14 طرح شهادات قناة السويس كويس جد 21 سبتمبر 14 حصيلة بيع الشهادات وصلت الى 64 مليار جنيه لان الشهادات كانت بفايدة سنوية انا اسف 12% تصرف كل 3 شهور في 3 نوفمبر 16 تم التعويم الاول للجنيه في 7 نوفمبر 16 اترفعت الفايدة 15% 5.5% 3 ديسمبر 16 بعد شهر من التعويم فاخد الجنيه ضئف قيمته ووصل الدولار لـ 18 جنيه من 8 و88 قرش الى 18 جنيه رفع الفايدة كان يجب ان يكون مساوية لنسبة ارتفاع الدولار انا بقى ده تاريخك فانا بفكرك فانت ما تقوليش بقى ناصح ان اللي حاطم ابلغ في البنك وياخد عليه 25% ما تنكرش انه هيكتب لا مش هيكسب لانه بعد سنة اشتركوا في القناة 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 شكرا